تساعدت الاعتداءات على المدارس في العراق خلال السنوات الأخيرة مدرسة إعدادية النصر المركزية في محافظة النجف آخر ضحايا هذه الاعتداءات حيث تعرضت لعملية إحراق متعمدة أضرت ببعض غرفها وتجهيزاتها وملفاتها للأسف الشديد من خلال تقارير الدفاع المدني من خلال تقارير قيادة الشرطة أكدت على أن هذا الحادث لم يكن حادث عرضي لم يكن حادث من تماس كهربائي وأن ما حادث بفعل فاعل وأكيد العقل الذي يتمتع به الفاعل كان يتصور أن هناك فائدة من هذا العمل باعتبار أن هذه الإعدادية هي إعدادية مركزية عرف عن المدرسة سمعتها الطيبة وعن إدارتها وكادرها التدرسي النجاح لكن ذلك كله لم يشفع لها أمام المنتهكين للقوانين من أشهر المدارس ونسبة النجاح بها عالية ورغبة أولياء الأمور من كل الأحياء حتى من الكوفة عدنا طلاب هنا دائما لحد هذه اللحظة لا يوجد قانون رادئ يحمل مدرس أو يحمل مدرسة لا زالت بثغرات القانون طلاب المدرسة استنكروا الإقدام على إحراق المدرسة التي تمثل صرحاً للمعرفة والعطاء نستنكر هذا العمل الجبان والآثم على إعدادية النصر من خلال الحرق والتخريب وهذا يدل على ضعف النفوس من بعض الأشخاص الذين يريدون بالعملية التربوية للمشهور محاولة إحراق مدرسة إعدادية النصر يرى مراقبون أنها تشكل تصاعداً كبيراً في العنف ضد العمليات التعليمية عنف يفاقم المخاوفة بمزيد من التراجع والتدهور في قطاع التعليم في العراق ترجمة نانسي قنقر